كرم مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة شبوى بمديره العام السابق والمستشار الحالي لمحافظة المحافظة طالب محمد هادي وذلك نظير عطائه العملي المتميز خلال فترة خدمته العملية بالمكتب والتي استمرت لخمسة وثلاثين عاما وخلال حفل التكريم شاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشل ناصر ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد سليماني أشاد بالعطاء العملي المتميز للمدير السابق طالب مهدي والدور الذي طلع به في إرساء دعائم العمل الإداري المؤسسي وترسيخه بمكتب الخدمة المدنية والوحدات الإدارية الأخرى العاملة بالمحافظة منذ العام سبعة وسبعين مؤكدان على ضرورة تتبع الأثر العملي المتميز لمدير مكتب الخدمة المدنية السابق وضرورة جعل التكريم للكوادر المبرزة بالمحافظة تقليدا سنويا في مختلف الوحدات الإدارية من جانبه عبر مستشار محافظة المحافظة ومدير مكتب الخدمة المدنية السابق عن شكره وتقديره الكبيرين لهذا التكريم مشيرا إلى أبرز محطات حياته العملية في مكتب الخدمة والتي سعى فيها جاهدا إلى ترسيخ العمل الإداري بالمحافظة وتطويره لواكب تطورات الحديثة وفي نهاية الحفلة الذي حضره وكيلاء المحافظة المساعدة فهد التوسلي وسالم الأحمد وعدد من الكوادر الإدارية بالمحافظة تم تكريم مدير مكتب الخدمة المدنية السابق بدرع التميز العملي ومبلغ من المال نهاية الحفلة